أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بتوجيهنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب تنطلق اليوم ثانية جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات تقصص جلستان منها لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعية بينما تخصص الجلستان الأخرياني لقضية السكانية وكانت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاجتماعي قد ناقشت الأسبوع الماضي القضايا الخاصة بالوصاية على المال وما يرتبط بها وقضايا الهوية الوطنية التقى وزير الخارجية سمح شكري مع المفاوض السامي لحقوق الإنسان في جينيب وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء تناول الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدعم الذي يمكن أن تقدمه المفاوضية السامية من خلال التعاون الفني وبناء القدرات مشيرة أنه تم التطرق أيضا للتطورات الإقليمية والدولية اتهمت القوات المسلحة السودانية الدعم السريع بانتهاك الهدنة الإنسانية المعلنة بين الطرفين تبقى لاتفاق جدا وفي بيان لها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الدعم السريع تواصل السيطرة على المستشفيات ومحاولات حصار مدينة الأبيض وسيطرة على المرافق العامة والخدمية وأوضحت أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لهذه الانتهكات المتواصلة وتمكنت من إعادة السيطرة على مطبع النقود وسك العملة كما كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات وأشارت في الوقت نفسه إلى سقوط إحدى الطائرات إثر عطل فني في المحرك وتمكنت طيران من مغاطرتها بسلام أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكية كيفين مكارثي عن إرسال مفاوضيه للبيت الأبيض لجولة جديدة بشأن صقف الدين العام وحمل مكاثي مجدداً الديمقراطيين مسؤولية زيادة الإنفاق وأكداً أن المفاوضات تتقدم بشكل طفيف إلا أنه لا يمكن زيادة صقف الدين في العام المقبل من جهته قال البيت الأبيض إن أزمة حد الدين العام مصطنعة وحلها مسؤولية كل نائب في الكونغرس محضراً من أن الملايين قد يفقدون وظائفهم إذا تم تخلفه عن سداد الدين وضعت وكالة فيتش لتصنيف ائتماني الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل ووضعت فيتش تصنيف البلاد البالغ تحت المراقبة AAA سلبية تمهيداً لخفض محتمل إذا فشل المشارعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاذ أموالها أكد رئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي أن تقديم مقاتلات F-16 لأوكرانيا هو إشارة إلى أن روسيا ستخسر الحرب وقال زلنيسكي أن خسارة روسيا ستجعلها أضعف وأكثر عزلة لفتاً إلى أن القوات الأوكرانية ستقوم بإعداد جميع القواعد اللازمة بحيث يحدث الانتقال الجوي الخاص بها أسرع ما يمكن وبكفاءة بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة رسمياً على بيان منظومة الدفاع الجوي متوسط المدى ناسماس إلى أوكرانيا مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة لإستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى